السلام عليكم ورحمة الله نتكلم الآن عن أجهزة التجفيف حقيقة يمكن أن نصنف أجهزة عمليات التجفيف بعدة طرق يئما بواسطة the way of operation كيف تعمل هذه الطرق احتمادا على هذا التصنيف نجد بأن عمليات أو أجهزة التجفيف يمكن أن تكون دفعية يمكن أن تكون مستمرة يمكن أن يحدث التجفيف أثناء عملية الميكسينج أيضا يمكن أن يحدث التجفيف في حالة سكون المادة الصالبة المراد تجفيفها يمكن أن يتم التجفيف under vacuum إذا كان لدينا مواد يمكن تبخيرها لا نستطيع أن نبخيرها عند درجات حرارة مرتفعة فبهذه الحالة نستخدم ال vacuum للتخلص من هذه الرطوبة لأن كما ذكرنا سالفا عملية التجفيف ليست فقط للتخلص من الرطوبة وإنما لأي تخلص من أي سائل آخر يمكن أن يكون مرتبط بالمادة الصالبة أيضا عملية التجفيف يمكن أيضا أن تتم under pressure فتصنيف عمليات التجفيف يمكن أن يتم بالنظر إلى آلية تشغيل عملية التجفيف أيضا نظر classification كيف يتم التجفيف is it direct drying or indirect drying الشكلين اللي أمامنا يوضح الفرق بين ال direct وال indirect في حالة ال indirect يكون هناك وسط خارجي يعمل على نقل an external medium that actually transfers the heat into the material that we would like to dry هناك عدة عوامل تؤثر على اختيار الجهاز التجفيف مثلا درجة حرارة والضغط داخل المجفف هناك أيضا كيف تضاف عملية الحرارة إلى المجفف is it by direct contact or indirect contact another important point the means by which the moist material is transported through the dryer كيف يتم إضافة المادة المراد تجفيفها إلى داخل الدراير is it by conveyor is it stagnant is it mixing these parameters all affect the selection of the dryer هناك أيضا بعض الميكانيكال ايجز بعض القطع الميكانيكية التي تحسن وتساعد عملية التجفيف وجودها يساعد في اختيار المجفف لكن أيضا دورها قد يعمل as a negative impact for example if we are drying flat sheet then these mechanical aids might be a problem فوجود هذه الاكسترنال ايجز لتحسين عملية التجفيف يعتمد أيضا على طبيعة المنتج المراد تجفيفه هناك جانب هام للغاية وهو air circulating mechanisms بعد عملية التجفيف ماذا يحدث لهذا الهواء الذي صار معبأ برطوبة اذا كان تجفيف او اي liquid اخر اذا كان solvent or whatever فاذا كانت رطوبة يمكن اخراجها مباشرة من المجفف واطلاقها في الهواء الطلب لكن اذا كنا نتعامل مع solvents فلا بد من عملية اعادة تدوير لفصل هذا السائل من الهواء من اجل health and safety concerns ايضا الطريقة التي توضع بها المواد الصلبة في المجفف لها دور في عملية اختيار المجفف ونجد نشوف في ال fluidized system ما هو دور supported material the heating media هل عملية التسخين is electrical or by hot air these are all important parameters the nature of the wet feet and how it is introduced into the dryer هذه ايضا تتفق مع النقطة التي تتكلم عن آلية اضافة المادة الرطبة الى المجفف بصورة عامة عند اختيار مجفف هناك خطوتين لا بد منهما الخطوة الاولى listing of the dryers التي وضع قائمة بانواع المجففات التي لها القدرة على معالجة المادة المراد تجفيفها ثم by cost estimation capital charges operating charges cost and benefit analysis نستطيع اننا نحدد اي المجففات يناسب عملية التجفيف المراد اللجوء اليها اشتركوا في القناة